المنطقب المغربي في شهر شوتنبر عند جوج مقابلات وديا وحدة ضد منتخب ليبيريا وحدة ضد منتخب بوركينا فاسو هذه مقابلات برمجهم والد الرقراجي في إيطاء السيداد لكأس أمم إفريقيا البارح الموقع العربي الجديد حتى قائمة المنطقب المغربي الموسعة زعم اللاعبين اللي حاليا تحت مراقبة والد الرقراجي والطاقم التقني دياله في هذا الفيديو سوف نرى هذه القائمة وبالإضافة سوف نرى لعابة جديدة لعاية لهم والد الرقراجي لكي يعطيهم فرصة قبل كأس أمم إفريقيا وقبل ما أخليكم مع الفيديو إذا كنت كنت تتبع أخبار المنتخب المغربي لا تنسى أن تضينا لايك الفيديو والاشتراك في القناة باش يوصلك جديد المنتخب المغربي وبلو ما نطوع عليكم بزاف خليكم مع الفيديو نبدأ بحراسة المرمى الأسماء اللي غادي تم الاستدعاء دياله إلى قائمة المنتخب المغربي لشهر شتنبر أول واحد طبعا وتأكيدا وضروريا ياسين بونو حارس إشبيليا الإسباني والثاني واحد هو مونير الكازوري حارس الوحدة السعودي والثاني واحد هو يوسف المطع حارس مرمى الوداد البداوي أما بالنسبة لخط الدفاع غادي يكون حاضر أشرف حكيمي ظاهر باريسان جرمان ونصير مزراوي ظاهر باير ميونغ ومدافع ويست هام يونيتد نيف أغرد ومدافع آفويس الإسباني عبد الله أبقر ورومان سيس مدافع السد القطري وجواد الياميق مدافع بلد الولد الإسباني وإسماعيل قلدوس المنتقل حديثا إلى جينك البلجيكي وشادي رياض لحتوي يلا ننتقل إلى ريال بيتس الإسباني والمفاجأة اللي غادي تكون في خط دفاع المنتقب المغربي لي استدعاء مهدي بوكامير لاعب شارلو البلجيكي وغياب أشرف داري بسبب تراجع المستوى ديالو ودابا ننتقل إلى الخط الواسط اللي غادي تكون فيه بزاف مفاجأة غادي يكون حاضر بشكل ضروري سوفيان أمرابة لاعب يورونتينا الإيطالي والقريب من الانتقال إلى ماشيستر يونيتد الإنجليزيو وبالإضافة غادي يكون حاضر حتى عبد الحاميز صابيري المنتقل حادثا إلى نادي فيورونتينا الإيطالي وبالإضافة غادي يكون حتى بن جاميل بوشواري لقدم أداء أسطوري مع المنتقب الأولمبي في كأس أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة والقريب من الانتقال إلى نادي موناكو الفرنسي وبالإضافة غادي يكون حاضر حتى بيلال الخنوس لاعب جينك البلجيكي وبطبيعة الحال غادي يكون حاضر حتى عزدين وناحب بعد الشفاء من الإصابة اللي كانت عنده لاعب مارسيليا الفرنسي وبالإضافة غادي يكون سليم أملاح لاعب برد الوالد والقارب من الانتقال إلى النادي فرنسيا الإسباني أما المفازة اللي غادي تكون في وسط ميدان المنتقب المغربي هي استدعاء إلياس بنصغير لاعب موناكو الفرنسي واستدعاء تنائي المنتقب الأولمبي لقدموا واحد مستوى الكبير في كأس أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة إسماعيل سيباري وأسامة العزوزي ودابا ننتقلوا لخط الهجوم لاحتوى فيه بثاف المفاجآت وبطبيعة الحال غادي يكون حاضر حاكيم زياس لاعب تيرسي الإنجليزي وسوفيان بوفير لاعب الريان القطري ويوسف أنصيري لاعب إشبيليا الإسباني وطريقة سودالي لاعب جينك البلجيكي وعضر الزاق الحمد لله لاعب الاتحاد السعودي والزاكرية أبو خلال لاعب تولوس الفرنسي والإدريسي لاعب إشبيليا الإسباني وعودة آمين حارث لاعب مارسيليا الفرنسي وعضر الزلزولي لاعب بارسلونا الإسباني أما بالنسبة اللاعبين اللي غادي يكونوا جداد في خط هجوم المنتقب المغربي اللي هو مواجم المنتقب الأولمبي ياريس بكراوي لاعب تولوس الفرنسي اللي كان هو الثاني هداف في كأس أمم إفريقيا بثلاثة هداف بعد عبد سامد الزلزولي وإلياس أخو ماش لاعب فاريال الإسباني الذي انتقل حديثا من نادي بارسلونا الإسباني إلى نادي فاريال الإسباني ومحمد علي الشو لاعب رياس سويسيدات الإسباني وأمين عدي اللاعب باير ليفركوزن الألماني إخوان هذه هي القائمة اللي توقح الموقع العربي الجديد للمنتقب المغربي اللي شار شتنبي في نظر ديالكم والد الرقاقي بهذا الأسماء قادر يجيب كأس أمم إفريقيا ويكونوا اللاعب ليستحق يكون معاهم وما كانش بغيت تخليوا لي الرأي ديالكم في خانة التعريقات نطلقوا إن شاء الله في فيديو جديد ودومتهم في خير الله